حالة من القلق تعيشها عائلة الأسير المقدسي صلاح الحموري بعد قرار قضاء الاحتلال ابعاده إلى فرنسا التي يحمل أيضا جنسيتها في الأول من كانون الثاني المقبل بعد عشرة أشهر من الاعتقال الإداري الحموري رفض القرار بقولها أرفض أن يحدد للاحتلال الطريقة والمكان الذي سأعيش فيها قررت سلطة الاحتلال أنها ترحل صلاح فطلعنا للمحكمة المركزية فشتلنا للمحكمة العدل العليا حولتنا للداخلية أنه يبدو في الأمر فبدو في الأمر أنه لازم ترحيل عودنا في السجن الرملي في السجن الرملي كان جلسة استماع إله لما كانت في ذلك جلسة استماع إله برضو خلينا ندرسها عادوا أنه لوزيرة الداخلية مبارح أنه لازم يترحل صلاح مع الأسف تفاجأنا يوم أمس بإصدار قرار جديد والتأكيد على قرار الترحيل هذا الأمر تسبب بتوتير الأوضاع وزيادة معاناة صلاح ووضعه في المجهول الأهل كذلك وضعهم في المجهول الاحتلال يريد أن يشرع هذا الباب بشكل كبير توطئ لإبعاد المزيد من الأسرة الذين يتم إدراجهم أنهم مارسوا الإرهاب بحق الاحتلال الحموري أسير محرر تعرض لسلسلة من اعتقالات كان آخرها الاعتقال إداريا في آذار الماضي ثم تجديد اعتقاله ثلاث مرات متتالية توجتها محكمة الاحتلال بسحب هويته المقدسية وترحيل زوجته إلى فرنسا ثم قرار ترحيلها قرار تجريد الناشط الحقوق المقدسي الحموري من إقامته في القدس وقرار ترحيله عنها بحجة خرق ما يسمى قانون الولاء لإسرائيل يسلط الضوء على السياسات المجحفة بحق المقدسيين في المدينة ومعاناتهم من عنصرية الاحتلال الحموري يدفع ضريبة إصراره على البقاء في القدس من سنية عمرها اعتقالا ثم ترحيلا عن مدينتها بينما يفتح الاحتلال أبوابها عنوة للأغراب عنها وعن تاريخها ليالي عيد مدينة القدس